أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء على همية الصناديق السيادية لما لها من دور حاسم في تحقيق التنمية المستدامة وفي التنويع الاقتصادي للدول وخلال الإصدار الجديد من مجلة أفاق اقتصادية معاصرة الدورية أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن دور الصناديق يعد في تطوير التعليم الفني أمر بالغ الأهمية فهي تمثل وسيلة فعالة لتمويل برامج التعليم الفني والمهني وتزويد الشباب بالمهارات والتدريب اللازمين لتحقيق النجاح في سوق العمل كما تنول المركز دور صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة واستعرض كيف يمكن لهذه الصناديق أن تسهم في تمويل مشروعات استراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل تأثير التقلبات في أسعار الموارد الطبيعية ترجمة نانسي قنقر